اشتركوا في القناة وكان المستر إدوارد هالبورغ رب الأسرة يعمل مع إحدى الجامعات الخاصة المصرية للغرض ذاته أي أننا التقينا لنفس الأسباب التي يلتقي لها النجارون والسباكون وفنيو التبريد في كل مكان المهنة الواحدة إذن يمكننا أن ندرك أن إقامتهم كانت دائمة في مصر وكان لهم بيت لطيف في المعادي زرته مرة أو مرتين من قبل زوجته تدعى مارثا وهي امرأة في الثلاثين مهذبة بشوش ولهم ابنه العاشرة من العمر له مزايا وعيوب أي صبي إنجليزي آخر أسرة لطيفة هي لكن لماذا أرتجف أحيانا حينما أتعمل معهم؟ تلقيت دعوة العشاء في يوم عيد ميلادي بالضبط أعني أنني تلقيتها عشية عيد ميلادي لأنني من مواليد الأول من نوفمبر ولما كنت لم أنجب وزوجتي مسافرة لزيارة والدتها المريضة فقد خطر لي أنه من اللطيف أن ألبي هذه الدعوة من الجميل أن تجد من حولك بشرا في اليوم الذي ولدت فيه أما أن تجلس وحيدا في الدار تشاهد التلفزيون فقد بدى لي هذا آخر شيء ممكن أقفوا أمام مدخل البيت في التاسع مساء حيث تلك الحديقة المهندمة التي تفوح منها روائح نباتات غريبة إنه الخريف بكل ما يحمله من شجن ليل الخريف الذي يحمل رائحة ما لا أعرف ما هي لكنها كانت تثير الرعب في نفس أيام المدرسة مع الخريف تنتهي سلطة النهار الطويل لتبدأ سلطة الليل تنتهي سلطة الله لتبدأ سلطة المدرسة دعك من رائحة الجوافة التي تنبعث من كل شيء لا كم أمقطها قلت للمستر هالبرك وهو يفتح للباب تصور أن عيد ميلادي غدا؟ أعرف ليس غدا بل بعد ثلاث ساعات ويتنحى لي لأدخل وأنا أتسأل عن المناسبة التي ذكرت له وعيد ميلادي فيها متى؟ بصراحة لا أذكر لكني بالتأكيد أخبرته لأني لست من المشاهير ولا أعتقد أن التاريخ ميلادي مذكور في دوائر المعارف أمشي وسط الحديقة على باب الدار أرى تلك القرعة التي تم إحداث تجويف في موضع العينين والفم فيها مع إشعال شمعة داخلها هذا المنظر المألوف جاءت في المصباح كما يطلقون عليها لها مشهد مجوز شيطاني كأنها إفريد يكشر عن أنيابه مع تلك الضحك الوقحة الشريرة الشبيهة بضحكات الجماجم نظرت له ضحكا فقال لا تنسى أن هذه الليلة بالذات هي الهالوين إننا في الحادي وثلاثين من أكتوبر نسيت هذا طبعا إن احتفالات الهالوين لا تمثل أي جزء من تراثنا طبعا لكنهم يحتفلون بها ومن عاداتهم أن يضعوا القرع العسلي اليقطين على أبواب البيوت قال لي ضحكا كنا مع شعر الأوروبيين نستعمل اللفت قديما لكن بعضنا نزح إلى الولايات المتحدة حيث لم يجد لفتا ذات حجم مناسب لذا اضطروا الاستعمال اليقطين إن هذه العادة إحياء لقصة قديمة عن شاب يدعى داك منحه الشيطان مصباحا في ثمارة لفت مفرغة هزست رأسي موافقا على الأقل أن أعرف عادة الغربيين في هذا الصدد الأطفال يجولون حول البيت لبسين أقنع مرعبة ويطريقون بابك قائلين حلوة أم حيلة بمعنى أن عليك أن تعطيهم كيسا مليئا بالحلوة وإلا أزعجوك وأطار النوم من عينيك على الباب رحبت بي الزوجة ميسيز هالبورك وكانت متأنقة بحق واقتادتني إلى داخل الشقة المريحة أسرة لطيفة هي لكن لماذا لا أشعر براحة وأنا بينهم العاشرة مثاء لقد انتهى العشاء أو كاد ونحن نثرثر كانوا قد قدوا في مصر عاما أو أقل ورأيهم هو الرأي المعتاد الناس ودودون ضرفاء التقس الجميل لكنكم تضيعون الكثير من الوقت تعود الزوجة من المطبخ حاملة صحفة عليها بعض حلوة تفاح والبندق وتقول ضاحكة تقوس الهالوين تقضي بالتهام البندق وحلوة تفاح إنها لمسات التي أضافها الرومان إلى هذا العيد ضحكت بدوري وملأت كفي بالبندق وبحثت عن كستارة في مكان ما هنا رأيت للمرة الأولى ذلك الوجه المطلع علي حيث علق على الجدار إنه قناع أثري غريب الشكل رأى الزوج نظراتي فقال مفسرا إنه يدعى ساوين احض أصنام قبائل الكلت إله الشمس عندهم إذا شئت الدقة أنت تعرف أننا قدمون من ويلز وقد كان الساوين يعبد هناك هذا القناع أصلي وأراه جميلا هزاست رأسي في سخرية فقال ما زلت متصلب الرأي ما زلت لا تصدق تلك القصص أنت تعتبرها خزعبلات وأنا أرى أن منطقك هذا هش جدا تتحدث بثقة عن أشياء لا تفقه فيها حرفا كلنا ذلك رجل فأنت أيضا لا تعرف الكثير عن هذه الأشياء كلاش هذا طبعا هو صوت تهشم البندقة قال لي هالبرك وأنا أملأ فمي بالبندق إن الهالوين في الأصل عيد كانت تحتفل به قبائل الكلت موذة هالوين هي اختصار لعبارة All Hallows Even أي الليلة التي تسبق يوم كل القديسين وهي ليلة الحادي والثلاثين من أكتوبر لقد كانت عيدا كلتيا ثم قرر البابا جريغوري الرابع عام 834 ميلادية بلمسة ذكية لشك فيها احتواء هذا العيد ليضمه إلى المسيحية هو بهذا لم يظل عيدا وثنيا وصار مناسبة لتذكر القديسين بعد دقائق سمعت من يزوم فنظرت للوراء مجفلا كان هذا الشبح الذي يلبس ملاء سوداء ويضع على رأسه قنان يشبه الجمجمة يدنوا مني خاردا كفة ليقول بصوت تفولي المفترض أنه مخيف حلوى أمحيلة مددت يدي إلى حلوى الدفاح فقابضت على بعضها ودسستها في كف الصغير عندها أطلق زائرا وانتجها نحو الباب من جديد واصل هالبورك محاضرته هذه عادة أوروبية أخرى اسمها الترويح كانوا يمرون على القرى المجاورة يتسولون كعكة الأرواح فإذا كنت سخيا معهم وعادوك بأن يصلوا أكثر كي يرحم الله أقاربك الموتى وإذا لم تعطهم لعنوك مورست هذه العادة لفترة طويلة لكن جملة حلوة أم حيلة لم تظهر على الساحة إلا عام 1950 في قصيدة نشرتها جريدة أمريكية قلت له باسما أي أنه نوعا من التسول المقنع غير أنني أرى أن المتسول الذي يلعن من لا يعطيه طريق حقا وضحكت وضحكوا أسرة لطيفة هي لكن لماذا أشعر بهذه الغصة في حلقي؟ منتصف الليل نظرت لساعتي وتنحنحت معلنا رغبتي في الانصراف بكل المقاييس لم تكن سهر سيئة لكن هالبرغ هزر أسهو نظر لساعته بدوره ثم قال فيه الحاح ليس قبل أن نحتفل بعيد ميلادك إن هذا سيضايق السيدة جدا ونظرت بجانب عيني فوجدت زوجته قادمة ترتدي ما يشبه عباء طويلة سوداء وتحمل كيسا من البلاستيك وقد بدأ عليها الاستعجال كنت أقول شيئا مازحا بصدد العباء لكني خذت أن تكون هذه موضة العام أنا لا أفهم شيئا في ثياب النساء قالت له منتصف الليل هيا هنا نظرت إلى باب الردها لأرى الصبي قادما وهو يلبس عباء مماثلة وكان ذهولي شديدا عندما رأيت هالبورغ يأخذ من الكيس الذي تحمله زوجته عباء أخرى فيضعها على كتفيه قلت لهم في تهكم هل هذا حفل تنكري؟ قال بلاجة لا مزح فيها كلا تفسير هذا يستغرق وقتا ثم أخرج من سترته مظروفا مغلقا وقال وهو يناولني إياه اقرأ هذا بعد انصرافنا سوف نعود سريعا مع المفاجأة صدقني إن هذا مرتبط بعيد ميلادك وسرعان ما أشار لزوجته وابنه فانطلقوا مغادرين البيت وجلست وحدي كالأبلس البيت الخالي فجأة انقطعت تيار الكهربائي فوجدت نفسي في الظلام لم أرتبك كثيرا لأني وجدت شمعة على منضضة الطعام فأشعلتها بقداحتي وجلست أمامها أخذت نفسا عميقا وفتحت الرسالة فوجدتها مكتوبة بخط نضيد أنيق عزيزي دكتور حجازي أعرف أنك ستغضب مني لهذا التصرف الغريب لكن الأمر مهم فعلا بالنسبة لي لن تستغرق وقتا طويلا حتى تدرك أنك واحدا تماما في المنزل وأنه لا سبيل لمغادرته لأن النوافذ مدعمة بالحديد والأبواب الموصدة دعك من أنك لا تستعمل الهاتف المحمول وخطوط الهاتف مقطوعة هنا لم أحدثت عن عاقيدة خاصة إننا ننتمي إلى العاقيدة الدرويدية درويدك التي ينسب لها البريطانيون كل عادة غير مفهومة لديهم بالتالي نحن نمارس الهالوين بذات الترق التي كان أزدادنا الكلت يمارسونه بها يقال إن ساون كان يستدعي أرواح الموت جميعا في هذا اليوم ليتولى تنصيقها كان الكلت هابون هذه الليلة ويستعدون لها بالنيران في الخلاء والأقنعة وربما بعض الأضحيات البشرية إنها بالنسبة لهم لا تمثل عيد ساون فحسب بل نهاية الصيف الجميل وقدوم الشتاء الرغيب الكئيب يقال أيضا إن أرواح الذين ماتوا في العام الماضي تخرج بحثا عن أجساد حية تسكنها في هذه الليلة بالذات تتلاشى الحواجز بين العالمين ويصير الموت قادرين على اقتحام البيوت وابتلات ريقي ونظرت حولي إلى الشقة المظلمة ثم وصلت القراءة كان الكلت يطفئون النيران في ديارهم ليجعلوا بيوتهم باردة غير مريحة للأرواح ويلبسون أكثر الأقنعة إفزاعا الأقنعة التي يمكن أن تخيف الأشباح ذاتها الآن أنت تفهم ما فعلناه ولماذا غادرنا الدار بهذه اللحفة على أننا تركنا للموتى هدية هي قربان بشري أنت قربان فريد لأنك مولود في الأول من نوفمبر وهذا يجعل ساوين راضيا عننا وهذا ما قمنا به في كل بلد ارتحلنا إليه من قبل لكنها المرة الأولى التي نفعلها في بلدكم الجميل سامحني وأعرف أنك لن تحقد علي بإخلاص إدوارد هالبرغ ما انفرقت من قراءة هذه الكلمات حتى هرعت أتأكد مما قال بالفعل لا توجد طريقة لمغادرة هذا البيت جربت كل الأبواب على ضوء الشمعة هزست النوافذ استعملت الهاتف لأسمع لا شيء صوت البلاستيك إن كان له صوت هذا الرجل يمزح هذه دعابة قاسية سمجة لا شك في هذا قال سامحني لم تعقد علي يلاه من أحمق لم قابلته لهجمت رأسه هنا سمعت الصوت هناك من يعبث في الباب الخلفي هناك باب خلفي من المطبخ في هذا الدار جريت على ضوء الشمعة إلى المطبخ وقفت خلف الباب فسمعت الصوت صوت أنين صوت عواء مكتوم بينما هناك من يدعب القفل بيده يدخل فيه أشياء كانت هناك شراعة صغيرة فجذبت مقعدا ووقفت عليه واختلست نظر إلى الخارج إلى الحديقة الخلفية للدار كانت ظلام دامسا بالفعل لكني رأيت ثلاثة أربعة أشخاص مدثرين بالأبيض يقفون وراء الباب ويحاولون فتحه خلافة أبيض أكسان ترجلت وركضت نحو الباب الأمامي الشمع انطفأت لابد من لحظة كي أشعله هناك من يعبث به هذا أكيد هناك من يدخل جسم معدني فيه في هذه الليلة بالذات تتلاشى الحواجز بين العالمين ويصير الموت قادرين على اقتحام البيوت الطابق العلوي نسيت أن هذا الدار ذات طابقي أنظر لي أعلى إلى مصدر الصوت فأسمع ذات الصوت هناك من هو آت من الطابق العلوي وهو يأنه بلا انقطاع ثمت شعلة تتوهج أرىها تتحرك ببطء قادم من أعلى أركض إلى الباب الأمامي وأقف وراءه أصغي لمحاولات الاقتحام ثمت نافذة مطل على الحديقة تنفتح ببطء أرى يدن تدخل منها لن تستطيع الدخول لأنها مدعمة بالحديد لكن أركض نحو المائدة التي كنا نأكل عليها أبحث عن سلاح ما في النهاية أقرر أن أسحل تحتها مختبئا كم سيطول الوقت حتى يجدوني لن يطول هذا نوع من فرار الفأر من القط في غرفة مغلق هنا سامعت صوت الانفجار إذ انفتح الباب الأمامي للدار انفتح مرة واحدة أخرجت رأتي من تحت المائدة ونظرت هنا رأيتهم يقفون في فجة الباب كانوا مسربلين بالملاءات لكنهم لم يكونوا موتة كانوا أصدقائي في العمل حوالي عشر منهم وكانوا يضحكون أحدهم يحمل تورتا عليها الشموع وآخر يلتقت لي صورة بالفلاش حيث تأواريت تحت المائدة وسمعت الإنشاد Happy birthday to you وهالبركي يقول وهو يمشك على فقدان وعيه من فرط الضحك دعابة خاسية أنا آسف لكنك اقنعتني بشجاعتك أنت بالفعل عقلني لا تؤمن بالخرافات على الإطلاق وخرجت من تحت المائدة وأنا ألهف كانت دعابة محكمة فعلا ولا أنكر هذا تسألني عن أسرة هالبرك؟ أسرة لطيفة هي لكني لسبب ما قطعت كل علاقة لي بها منذ تلك الليلة الشمعة والقناع لاب الشمعة يترقص ومع رقصته ترتسم تلك الضلال الغريبة العملاقة لنا على جدران غرفة المكتب لاب الشمعة يرقص ومع رقصته ألمحوا شمعتين ذهبيتين في عيني سراج وذلك البريق المجنون الذي لم أره من قبل إما أنه مجنون فعلا وهذا ما أتمناه وإما أنه شيء آخر لعب الشمعة يترقص ورائحة الشمع الذائب المحترق تنغضغ أنفي كنت أحب هذه الرائحة حينما كان لي أنف نهم جائع إلى اكتشاف الجديد ونحن جالسان في الظلام إلى تلك المندضة الصغيرة أمام المكتب يداه مكبلتان بالصفض الحديدي ومن وسط السلسلة يخرج قيد آخر يثبته إلى قائمة المندضة لهذا يضع مرفقه إلى المندضة وليكف عن فرق كفيه معا أما أنا فأجلس أمامه ممسكا بذلك المسدس الثقيل الذي أصر على أن أحمله أنا أخشى الأسلحة النارية وأؤمن منذ طفولتي بما قولت أمي السلاح يطول معربة بذلك عن تصورها لمسورة البندقية تتلوك الثعبان إلى الوراء لتطلق الرصاص على رأس حامل البندقية نفسه وقبل أن يلمس الزناد لكن السراج أصر على أن يكون المسدس في يدي وأن تكون الفوهة مصوبة إلى رأسه ينظر لساعته ثم إلى الخارج إلى السطار الرقيق الذي يغطي النفذة ويهمس من بين أسنانه حان الوقت قلت لنفسي إنها ليلة سوداء لكني أعرف أنني لم أطلق الرصاص وأعرف أن هذا كله هراء بعد ربع ساعة سأنهض وأحييه وأفك الصفد بالمفتاح الذي في جيبي ثم أعود لداري لأحلم بالكوابيس نشاط حافل للأمسية كما ترى قلت له وأنا أتأمل الشمعة هل لابد من هذه التأثيرات المصرحية؟ قال لاهيفان لابد قلت لك إن الشيء لا يحدث إلا في ضوء غير مباشر هكذا لم أعرف ما أقول ورحت أقلب المصدس في يدي كتلة الموت المجندة الباردة رحت أرمق الشمعة ومن جديد تذكرت كيف بدأ كل شيء كان سراج صديقا قديما رأى العالم كما يقولون في القصص لقد ارتحل إلى كل مكان تقريبا كان مهندسا عزبا في الأربعين لا غبار عليه لو لا ذلك الولع السودوي المجنون لديه بالموت والمقابر لا أعتقد أنها جريمة ما هناك أناس مولعون بهذه الأمور فعلا لقد وصف ماركت وين فتاة مراهقة لا ترسم إلا شواهد القبور ولا تكتب إلا أشعار رثاء حزينة إلى أن ماتت هي بدورها وكنت ألاحظ والعسراج الشتيد بحضور الجنائز واهتمامه بأن يتدخل في كل شيء هو لا يكفى عن إستاء النصح لأهل المتوفي ولا بد من أن يحضر طقوس الغسل والتكفين إلى آخره وكنت أرى في هذا شيئا مرضيا يختلف نوعا على رغبة في الاتعاضي بالموت أعتقد أنه سافر حول العالم ليحضر جنائز من مختلف الثقافات بدأا بالدفن العادي وانتهاءا بالحرق وإلقاء الرماد في نهر الجانك لكن هذه الأشياء لم تجعله شخصا كريها بالنسبة لي إلى أن رأيته هذا الصيف فشعرت أنه تقدم في العمر بضعة أعوام كان مرتبكا متوترا ثم طلب أن يزورني وفي هذا اللقاء العجيب قال لي إنه لم يعد على ما يرام لقد تغيرت أشياء كثيرة في حياته هناك ليال كاملة لا يعرف ماذا دهاه فيها ولا أين أنضى ليلته فقط يصح من النوم مليئا بالكدمات منهكا نصحته النصيحة الوحيدة الممكنة تزوج لن تجهد بعد هذا في تذكر أين أنضيت ليلتك لأن زوجتك ستعرف لن تتساءل عن سبب تعستك لأن زوجتك ستعرف الخلاصة أن كل مشاكلك المعنوية البلهاء ستتحول إلى كوارث مادية محترمة تذكر كيف كانوا قديما يعالجون مرضى الفصام بحقنهم بجرافيم الملاريا قال في عصبية الآن صار من المستحيل أن أتزوج ثم أردف وهو يدفن وجهه بين كفيه بعد ما تكررت تلك الليالي الغامضة قمت بشيء بسيط أخفيت كاميرا الفيديو في موضع يراقب غرفة نومي ودخلت الفراش في موعد المعداد وقدرت إنه لو كان هناك سر ما فلا سوف أعرفه قبل أن ينتهي الشريط وقد جربت هذه التجربة ليلة واحدة وفي الصباح رأيت الفيلم أكثر الفيلم يصور بابا مواربا ولا شيء يحدث لكن قبل أن تنتهي الساعة الأولى رأيت هذا المشهد هل عندك جهاز فيديو؟ كان يحمل في جيبه شريط فيديو فقمنا بتوصيل الجهاز وجلسنا نشاهد ملتقطته الكاميرا كان قد ضبط الشريط على اللحظة المهمة بالذات وأمام عيني الحائرتين رأيت باب غرفة النوم الموارب ينفتح ثم في الضوء الخافت رأينا سراد يغادر غرفة النوم ينظر حوله للحظة كأنه قد لمح الكاميرا ثم يخرج من الكدر لا يوجد شيء غريب لا يوجد شيء غريب باستثناء أن رأسه كان رأس ذئب ذئب تتواجع عيناه في الضوء الخافت وقد انتفش الشعر المحيط برأسه كالنيران أعبنا اللقطة عدة مرات فكانت النتيجة أكيدة ولم أكن على استعداد لقبول حرف من هذا السخف أما هو فكان واثقا مما رأاه وما رأيته اسمع لو أردت لعب هذه الألعاب السبيانية فليكن هذا بعيدا عني قال متوسلا هل تأمل للأخير ويجب أن تصدقني يجب أن أذكر هنا أن تلك الليالي التي لا أعرف عنها شيئا كانت ليالي قمرية يقولون في أساطير الغرب إن الإنسان يتحول إلى مسخ ذئب لو ولد في ليلة مقمرة أو نام خارج الدار ليلة جمعة مقمرة دعاك من أن يتعرض لعضة أو خدش ذئب الحقيقة أنني مررت بكل هذه الخبرات معا هل يوجد أي تفسير لما تراه إلا أن أكون قد تحولت إلى مسخ ذئب مذؤوب تذكر ولعي غير العادي بالموت والمقابر هل له به نفسي يساوية؟ ألا يشير هذا إلى شيء على غير ما يرام في تكويني؟ لم أكن على استعداد لمناقشة عدل هراء لكنه كان مصمما على أن أصغي له هل هي أسطورة حقا؟ بالنسبة للقدماء كان الأمر مخروجا منه لا يستأهل مجرد تساؤل سوف تجد في المخطوطات اليهودية كلاما عن نبوخة نصر مالك بابل الذي تحول إلى مذؤوب أربعة أعوام كاملة وفي كتابات هيرودوت تجد كلاما عن شعب النيوري الذين يتحولون لرئاب مرة كل عام ولو قرأت ملحمة جالجاميش البابلية لو وجدت أن إنكيدو صاحبه أقرب إلى مذؤوب أما الشاعر فرجيل فيصف رجلا قادرا على تحويل نفسه إلى ذئب وقد زعم الشاعر أنه تعلم منه أسرار إعادة الموت للحياة إن كتابات الطبيب الأركادي ناسيليوس السيدي عندها لايكانتروبي حالة التصور الزئبي ترسم لنا صورة طبية راسينة عن مرض يتصور فيه المريض أنه ذئب حين يكتمل القمر يعوي ويأكل اللحم النيئ هذا ما قاله ولكن ما رأيك في أن أطباء عرب عظاما ليسوا أقل من ابن سينة والزهراوي ذكروا هذا المرض في كتبهم الاسم العربي الذي اختاراه هو محاولة لتقريب لفظة لايكانتروبي إلى اللسان العربي لقد صار اسمه القطرب بضم القاف وفيما بعد اتعم العلماء داء البورفيريا وهو من أمراض الدم الشهيرة التي لا يستطيع أحد أبدا تذاكر أسماء الإنزيمات المعقدة التي تسببها في أحد أنواعه يجعل المريض حساس الجلد للشمس مليئا بالقروح وذا شعر طويل رمادي وحواجب كثة الأظفار تنمو بخضاض الأسنان مدببة ثمة ميل غير حميد لمذق الدم جنون عام هذا هو ما يفسره ميلاد الكثيرين من الرجال الذئاب في التاريخ ومراجعة الطب تطلق على المرض أحيانا اسم متلازمة الرجل الذئب لكني بعد هذا كله لا أصدق حرفا هنا كان طلبه العجيب إكراما لصداقتنا أخشى دائما طلبات إكرام الصداقة هذه لأنها عسيرة كريهة على الأرجح طلب أن أنضي معه ليلة مقمرة كاملة في بيته لن يجازف بشيء سيربط نفسه بالأصفاد بحيث لا يستطيع إيذائي أما أنا فعلي أن أمسك بالمسدس هذا المسدس ليس عاديا إن به تلقى واحدة صنعها هو بنفسه تلقى من فضة المفترض حسب هذه الكتب الرهيبة أن المذؤوب لا يموت إلا برصاصة فضية من الطرق الأخرى أن تجرحه لينذف ثلاث قطرات من الدم طبعا هي طريقة غير محببة وغير مضمونة لو مرت الليلة على خير فعلي أن أفك قيدة وأضحك وأخبره كم هو سخيف ثم أعود لدالي أما إن حدث المحظور فهي التلقة التلقة التي أعرف أنني لن أطلقها أبدا لأن هذا كله تخريف وفيلم الفيديو إما أنه دعابة منه أو دعابة عليه إن أقنعة الذئاب تبع في كل مكتب اليوم ويمكن لكل من امتلك عشرة جنيهات أن يصير مذؤوبا لن أطلق هذه الرصاصة أبدا إذن لماذا لا أريحه؟ ولهب الشمعة يترقص ظل المخيف يرقص على الجدار خلفه وهو ينظر للهب في شرود كأنه منوما مغناطسيا سوف تنتهي هذه الشمعة خلال ربع ساعة على الأكثر لهذا أعددت واحدة أخرى لكني قدرت أنني لن أشعلها لأن شمعة واحدة تكفي لإعلان أنه أحمق نظرت لساعتي وتجهت إلى الستار وأزحته الآن فقط أرى البدر مكتملا فاخرا يطل علينا من فوق الأبنية المحيطة بنا نظرت له وضحكت في تشف وضعت المسدس على المندضة وبخطوات ثابتة تركته متجها إلى الصالة سنته يصيخ في دهشة إلى أين؟ لم أرد صوت احتجاجاته يخفت وأنا أتركه حيث هو عاجز عن اللحاق بي وأتوغل في شقة فتحت أكثر من باب إلى أن وجدت غرفة نومه أضعت النور الكهربائي وانتظرت حتى زال الألم عن عيني بعد طول جلستي في الظلام ثم رحت أفتش الحجرة بفوضاظة وقصوة كأنني الضابط جيشتابو يفتش حاجيات رجل من المقاومة الفرنسية بحثت في خزانة الثياب وتحت الفراش وفي النهاية وجدت كاميرا الفيديو إياها وتحت حشية الفراش وجدت ما كنت أبحث عنه قناة ذئب رخيص من النوع الذي قلت لك إنه يباع في كل مكتبة ويمكن لكل من امتلك عشرة جنيهات أن يقفني قطع بلهاء من الجلد لها تجويفان عند العينين وعند الأنف أنت مخبول يا صاحبي فعلا مخبول كل هذا الجود من أجل تمثيلية استخيفة وما ذنبي أنا لتضعني وسط كل هذا التوتر هكذا عدت إلى مكتبه لأخبره برأيي فيه هنا وجدت أن الظلام قد صار دامسا لقد لفظت الشمعة أنفافها الأخيرة اتجهت إلى النور فأضأته وهنا فوجئت بأن سراج لم يعد موجودا لا أريد أن أكون هستيريا لكن السلسلة التي كانت تثبته إلى قائمة المنضضة مفتوح لقد فتحت بقوة لا يمكن أن أتصوره أين ذهب؟ هنا لمس شيء كتفي فأجفلت نظرت للوراء أصدقائي إذا وصلتم لهذه المرحلة فأنا أشكركم ولا تنسى أن تكمل معروفك وتشترك بالقناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر